اشتركوا في القناة امين يا رب وان شاء الله يا رب 2016 يا دكتور تبقى سنة جديدة انت فاكر موضوع الالفية الثالثة لما قالك ايه احنا دخلين على الالفية الثالثة كل ما تردت في الاعلام وقتها احنا دخلين قربنا نخش دخلنا الالفية الثالثة ايه اللي حصل ايه التغير الحقيقي اللي لمسوا المواطن في هذه الالفية ولا حاجة ولا حاجة حاسين كده انه 2016 يعني بدية بداية قوية ايه انا بشكر حضرتك جدا على انك بتمدني بالندوات والاماكن والصور والجهود الكبيرة اللي حضرتك ده واجب علينا ده الحقيقة يعني خلانا نقول انه بدأها السيد الرئيس عبفتاح السيسي اهتمامه بالنواحي الاجتماعية والثقافية للشباب وانا عن نفسي ما بحبش ان انا نرهق الناس المسؤولين يعني في برنامج معين زي ما احنا نتكلم عليه في العاملات التسقيف السياسي والامني بنبعاثه رياسة الجمهورية لكن ما بننتظر شرط احنا بنبدأ على طول لانه هو طبعا فيه ملفات كتير ايه على مكتبه فمش هيدر يبص على كل حاجة فاهم حاجة انه احنا كمصريين نبدأ نبني بلدنا بنفسنا اللي شايف مبادرة في اي حاجة يبدأ ياخدها طالما انها في صالح البلد بأكد على حضرتك مرة تانية المعلومة الجميلة اللي قلتها لي قبل كده انك بعدت لمكتب رئيس الجمهورية بعد ما بعدت الوزراء كتير ومحدش سألوا رئاسة وزراء قبل كده وانه لا يوجد اي سابقة معرفة ما بينك وما بين اي حد في رئاسة الجمهورية صح صح في اي علاقة ما بين اي حد على الاطلاق مجرد مشروع جاد وجدته الرئاسة ووجده صانع القرار في مصر فقال لك طب ما نشوف ايه الموضوع وانا كان تم استدعائي طبعا زي ما قلت قبل كده في موضوع الهيكلة تودلة هيكلة رئاسة الجمهورية وكان المفروض بعدها انه موجود طبعا دي من الملفات الموجودة على المكتب السيد الرئيس ملف الاعلام القضاء والشرطة دي احد اهم الملفات الموجودة لكن طبعا في اولويات يعادة هيكلة برضو بخصوص هذه العنوين الكبيرة لكن الفكرة الارهاب والوضع الاقتصادي اعتقد ان دي اولويات محتاجة التركيز عليها في المرحلة اللي جاية واللي شغالين في دلوقتي هو مرحلة التسقيف السياسي والامني لشباب مصر نحن نتكلم لحد سنة 40 سنة دي طائفة كبيرة جدا بتتعدى لـ 32 مليون نسمة طبعا زي ما حرك عارف فيه حروب الجيل الرابع والرابع المتقدم الخامس والسادس حروب المعلومات والاشعاعات فده كله الاولويات قبل ما نقش تفاصيل المسألة ديت عايز اسألك حضرتك كان ليك خبرات قبل ما تساعد مصر في المسألة ديت معلش انا حابب ان انا اذكرها او داني الكاميرا هو طبعا انا عشت انا عشت في 36 دولة اكتر دول اشتغلت فيها على ملفات التنمية بشكل عام مع الحكومة كانت في جنوب افريقيا دي كانت خبرة كبيرة جدا وفي انجلترا فكرة جنوب افريقيا انه الوضع الهرمي هناك كان مقلوب خالص بسبب التفرقة العنصرية فكان احد الدراسات اللي توليت العمل عليها في طبعا بمساندة الرئيس زعيم الراحل نيلسون مندلا لانه حصل للشرف حاجة عظيمة طبعا التقيت بي شخصية شخصية عظيمة جدا هي الفكرة كلها انه دعم دور المجتمعات المحلية في صنع القرار السياسي وهنا كان الهدف الاساسي ان انا قعد للهرم لانه كان عندنا حوالي 7 او 8 مليون ابيض تحتهم هو طبعا فيه اربع تصنيفات بشرية موجودة في جنوب افريقيا البيض الملونين اللي هو واحد عربي اتجوز واحدة هندية فالابن بيبقى ملون بيسموه كده الخليط بالزبط دول اربع مليون يبقى فيه 8 مليون ابيض اربع مليون ملون فيه 32 مليون اسود ولول بينتموا الى 9 قبائل مختلفة فيها الزولو زي اللي هي منها الرئيس الحالي وفيه الكوزة اللي كان منها زعيم منديلا وبينهم حروب وفيه النوع بقى اللي هو الهندي ودول حوالي 2 مليون ونص فدول الاربع تصنيفات اللي كانوا موجودة فعشان حضرتك تعدل الهرم ده محتاج توزع كان ايه الهرم الأول؟ الهرم كان البيض هما الملاك رأس السلطة رأس السلطة كل السياسات العامة 8 مليون الـ 8 مليون بيجي تحتهم مشرفين الهنود اللي هو السوبرفايزر الـ 2.5 مليون الزبط والسود كانوا بيعاملوا معاملة العبيد والملونين فين؟ الملونين دول بقى جزء منهم في المشرفين وجزء تحت بس هما معظم الملونين كانوا مشردين لأنه هما اللي هو بيصننوها generation of rape يعني فالحقيقة عشان تعدل الهرم ده كان تركيز الرئيس منديلا انه ما يعملش العنصرية المقلوبة انه النهاردة اللي تحت يمسك فيه كنا بنطهد السود بينها هنطهد البيت بالزبط كده فده اللي كان بيحصل فهو كان قلقان من انه السود يمسكوا السلطة فيبدأوا ينتقموا من البيت بالزبط عشان كده عمل اتفاق بالزبط كده بين الشيعة والأكراد هو رجل حاكيم جدا وهنا الحقيقة احنا نتعلم منها جزيتين مهمين جدا هو عمل اتفاق مع دي كليرك اللي كان رئيس وزراء جنوب الفريقية في المرحلة دي انه حيتنازل دي كليرك عن السلطة ويبدأوا الاتنين يتعاونوا في نهضة البلد والجزء التاني اللي عملوا انه بدأ يأهل الجنوب الفريقيين السود تأهيل ثقافي بمنتهى الشفافية وبدأ انه هو يحطوهم في السلطة واحدة واحدة وده هنا اللي احنا بنتكلم فيه المفهود يتعامل في مصر اللي هو زرع الشباب بشكل تدريجي هل برنامج التأهيلي اللي عاملها رياسة الجمهورية ده جزء من الفكرة ده البداية فيه فكان بيعمل ايه زي ما اندالة بيجي مثلا على واحد مدير في ابيض في مؤسسة بيقول له معاك اتنين تلاتة سود دربهم بالراحة مع الوقت خلاص دول اتأهلوا ويبدأ يفتح فروع جديدة ياخدهم ده اللي هو التأهيل البطيء وفي ظل الاربع سنين اللي هو مسكهم مسك بعد كده ابن صديقه المسك الفترة اللي بعدها وبعدين زومة اللي مسك الرئيس التالت الحقيقة قدر انه هو يعمل جيل من الكوادر الجديد وكمل على نفس الخطة وكمل على نفس الخطة عشان كده هو خلق منظومة صحيحة منظومة دولة وبالتالي قدر انه هم يكملوا ما يضحضوش الوضع الاقتصادي والمؤسسي لانها دولة متقدمة جدا اولا هي دولة بنية تحتها عالم اول احسن من معظم دول اوروبا غنية جدا بتخلها من الماس ما يزيد على 45 مليار دولار فعندهم موارد فكان عشان يحافظ على الموارد دي كان بيصرف بحكمة شديدة جدا وده اللي احنا محتاجينه لكن الشفافية كانت اساس هو وضح المشاكل اللي فيها الدولة وحنبدأ نحل ازاي كانت مهمة جدا وعمل حاجة اسمها اللي هو التصالح وهنا ما بنقصدش بيها التصالح على كل من هدم الدولة في فرق ما بين التصالح مع فساد حصل نتيجة ضغط او نتيجة احتياج وفساد حصل نتيجة خيانة ممنهج يعني ده معصود لا تصالح مع الخوانة فده قدر ان هو يصلح جزء كبير من الدولة وازاي ما احنا شايفين الدولة بتكمل مش عايزة ابتدي في الكلام عن الفساد واللجنة لتقاصي حقاق قبل ما اعرف من حياتك ايه الحروب الجيل الرابع والخمس والسادس هو طبعا المصر بتوعاني ممكن بدأ اجتماعاته في 1907 ولكن بدأت تظهر خرايته 1954 لمحاولة ضرب منطقة الشرق الأوسط والاستيلاء على مواردها الطبيعية يمكن منطقة الدول العربية بتحتل او بتنعم باكتر من 40% من الموارد الطبيعية في العالم وخاصة الطاقة اللي هي بتحرك المطور اللي بيحرك العالم كله فالحقيقة محاولة ضرب مصر في الخمسينات والستينات ويمكن الانغلاق اللي عمله الرئيس جمال عبد الناصر ومحاولة بناء الدولة من الداخل كان مهم جدا عشان كده بنقول دلوقتي انه مطلوب ان احنا نركز على الدولة من الداخل اكتر من علاقاتنا الخارجية فهو نجح انه يبني دولة من الداخل وده كان بيخوف ام بيك لانه مش عارفين عنده ايه لكن هو كان عنده ارادة شعب وعنده ثقة والدعم ده بدأنا الدخل بعد كده في 73 وبدأت بعد كده التنفيذ الرسمي باغتيال الملك فيصل في فبراير 75 ثم اغتيال عدد من الشخصيات المثقفة عشان يبدأ بعد كده يدس ما يعرف به حروب الجيل الثالث والرابع اللي هي حروب الارهاب وحروب الوكالة الاشاعات الاشاعات ده الاشاعات دي جدا احنا نقولهم بقى فهو بدأ بمناسبة افشال الدول بالمناسبة من ان حدا تكلمت عن اغتيال الملك فيصل في اي شبهة حوالين وفاة جمال عبد النصر بسبب هذا المثار بالزبط ده هو جزء كله من المخطط كان فرق مظبوط لانه هو المخطط بدأ رسميا سنة 54 فاتحط على الترابيزة والرئيس السادات نفسه شاف الخرايط دي لما راح زار امريكا هو شافها لكن هو ما بلغش هنا هو بدأ يدرسها وبلغ الملك فيصل بيها فهي الفكرة كلها ان المخططات دي موجودة اللي عايزين نقوله ان هو دايما بيحاول يضرب الميزة النسبية الموجودة عند الدول وهذا حياخدنا ايه الميزة النسبية الموجودة عند مصر دلوقتي احنا وضعنا الاقتصادي متعسق شباب بالضبط فاحنا ده المنهج اللي احنا ماشينا عليه دلوقتي ومحاول التسقيف مجموعة الشباب مرحلة التنفيذ اللي اضرت بمصر جدا من بعد حرب 73 ونقولهم في ثواني بسيطة طبعا اختيال الملك فيصل في فبراير بعد كده بقى يوسف السباعي والشيخ الزهبي اللي هو كان وزير الاوقاف اللي كان بيكلم على معالجة الفكر بدأ بعد كده اختيال الرئيس السادات دي الافكار التنويرية بالضبط صح عشان برضو نبقى فاهمين دي افكار تنويرية نبقى فاهمين ايه خطورة الشخصيات دي على المجتمعات بتاعتها لو استمرت بالضبط عشان كده يبقى القرار لا تصفيها بالضبط ففي النهاية تبدأ حضارك بقى تشوف ان اختيال الرئيس السادات نفس الفكرة لتنفيذ المخطط 82 83 او قبل كده سنة 80 اتسلم المخطط العالمي ده لجيمي كارتر كرائد لي في منطقة الشرق الاوسط عشان كده بنسمي احنا كمصيرين حمامة السلام دايما في اي نزاع ارض تلاقي جيمي كارتر موجود لكن هو في الحقيقة هو مدير التصنيف اللي بدأ بعد كده يهمنا بقى خمس حاجات مهمة بيحاولوا يركزوها في منطقة الشرق الاوسط وده بدأ من 81 باغتيال الرئيس السادات ان تكون امة بلا ثقافة بلا تعليم بلا صحة بلا ادارة بلا جيش بلا ثقافة بلا تعليم بلا صحة بلا ادارة بلا جيش ولو بصينا على الخمس محاور حنلاقي ان عندنا فيهم مشاكل ولولا رحمة ربنا بينا في 30 يونيو نلحى اخرانية نلحى الاخرانية نلحى الاخرانية فلو بصينا على الاربع محاور هم هكدوا الاربع الاولانين بامتياز بزبط حضرتك عندك في الثقافة احنا عندنا 39% معدلات امية 42% معدلات فقر لا ودخلنا بقى في اغاني وافلام ومصنفات كلها فضائحية وكلها جنسية وكلها مخدرات وكده بزبط تحت مسمى حرية الاعلام لو تبص حضرتك ده في الممانهك هتلاقي انه من 81 تحرير المرأة والخلع وبدأنا نشوف افكار جديدة على المجتمع تبدأ بعد كده تخش بقى 83 تولي صفوة الشريف ملف الاعلام توسيع القاعدة الاعلامية وفي النهاية تفقد الدولة السيطرة على الاعلام ويطلع ما يسمى بحرية الاعلام مش هاسم حرية الاعلام في حاجة اسم حرية رأيي لكن الاعلام ان انا بس اي افلام بحية مش هاسم حرية الاعلام تبدأ بعد كده تبصت حضرتك في 84 تولي يوسف والي وملف الصحة وانهضار وصول اعلى معدلات فشل كلوي في مصر والي كان زراعة ما هو زراعة ما هو الصحة فهو تولي الملف ده 86 فتح سرور التعليم فتبدأ تشوف حضرتك انه ضرب بمحاور مصر الاساسية عشان يوصلك في النهاية والادارة بدأنا نشوف ده بقى من 98-99 مع دخول جمال مبارك والشلة اللي كانت موجودة كلها بدأت الدولة تتفكك زواج رأس المال بالسلطة وبدأت الدولة تشوفها بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي فهنا في سؤال وصلنا اقول لها حضرتك الرقم بقى اللي هو نهاية ده تسعة وثلاثة من عشرة من هذا الشعب يملكون خمسة واربعين في المئة من موارده يعني تسعة مليون او لو قلنا احنا عددنا تسعين تكلم حداك على حوالي سبعة مليون بالزبط بيملكوا نص الدولة والشعب الباقي بيملكوا نص التاني هل حصل تغيير؟ لا افضل باقي استردت سؤال حضرت اوه عايز اسأل هل كل هذه الخطوات ويوسف ولي في الزراعة ومش عارف هل كل هذه الخطوات بعدم بغير معلومية سناء القرار مش ممكن مش ممكن امال ازاي ما لابناء ما عندناش وسيلة لإدانة هؤلاء بهذه الجرائم لو تسمح لي واسمح لي السادة المشاهدين انا اتهم مبارك بانه رائد تنظيم تقسيم الشرق الاوسط من 56 دولة 88 دولة المخطط العالمي لتقسيم الشرق الاوسط واسقاط مصر المنطقي ايه انا مش عايز السادة المشاهدين يسدقوا انا عايزك تفكر فيه حضرتك النهاردة عندك سوبر ماركت اديتهولي اديرو كان بيكسب مئة الف جنيه في السنة دلوقتي بيكسب تسعين تمانين سبعين ستين يا عم عم اتخد بالك من البزنس لا وبعدين اقنعتني ان انا بيعه اصلا بالزبط في الاخر ايه اللي حصل بالزبط كده يا هبي البزنس بيقصر طب نبيعه ازاي لا بس بيعه زي ما هو كده المنتجات اللي فيه فاز ده فظهر عندنا بقى شركة الحديد اللي هي تمانها ثلاثة واثمين من عشرة مليار بالزبط اتباعي بص بقى حضرتك القلبة فين الشركات اللي اتباعي دي انت خسرت 95% من ارادة دولة في الشركات اللي اتباعي دي طب تعلم بص على النقيد النقيد بقى ان الدولة بتدفع غرامات للناس دي تاني دلوقتي لانه جي وزير بس عشان تكمل المؤامرة رحوا سحبين بعض هزي الشركات من المستثمرين طب بتسحب منه الارض ليه ده معا ختم النسر ده شاري وبالتالي هنا حضرتك النهاردة انا خدتها بفساد بس انا معايا ختم النسر انت ما حكمتش الوزير انت حكمت رجل الاعمال وانا قلتها ولا تعني التحيز لا اي حد احمد عز لا يحاكم في قضية الدخيلة احمد عز خدها بامضة وزير انا حاكم الوزير ما حاكمش احمد عز فاذا النهاردة اللي حصل ان الفساد ممنهج داخل الدولة ودي كانت وظيفة الرئيس عفتاح السيسي في المرحلة اللي فاتت انه يبني مؤسسات الدولة من خلال هيكلت مؤسسات الدولة التشريع والاصلاح البشري تدريب الناس وابدأ احط الناس في اماكنها الصحيح مشكلة انه عندنا اولويات كتير وملفات خطر ايه اللي انجز من ده بدايات تشريع بدأنا في بدايات الاصلاح التشريع خانون الخدمة المدنية يتكلم عن التشريع وبيتكلم عن فكرة التدريب بالزبط كده فهو بدايات لكنه في النهاية برضو لما تيجي حضرتك تبص انه زي ما كنا بقول قبل كده انه هرم الدولة بيتكون من ثلاث شريع قمة الهرم هي رؤية قيادة سياسية وسط الهرم هي كفاءة المنفذ وارادة شعب اذا اجتمع عندي القاعدة والقمة لارادة الشعب والرؤية السياسية لابد يكون فيه الطبقة الوسطى اللي هي كفاءة المنفذ وده اللي دايما نفعل مشكلة ندي للسادة مشاهدين المساعد لما جاب السادة الرئيس جولاته في اوروبا لتسويق المؤتمر الاقتصادي المفروض هنا بقى بتنزل من ده لكفاءة المنفذ يعمل لقانون الاستثمار قانون الاستثمار طلع ليلة المؤتمر لا والاتفاقيات اللي اللي تمضت كلها في المؤتمر كم منها تنفذ اساسا؟ بالزبط كده يبقى اذن هنا دايما فيه شريح وهنا مين يتحمل المسئولية سوق كفاءة المنفذ؟ الرئيس الفتاح السيسي لانه هو اللي بيختار لانه يتحملها المواطن وهنا بقى الفكرة انه مجهوداته جزء كبير منها بيضيع بسبب لما تيجي التنفيذ يعني حدثك النهار ده حطيت خطة للقناة اديتها لنفذها انا بقى وسطها وقدر حدثك امثلة مشروع اعادة الترسيم ده جزء من المخاطط العبوري التاني محطط له اربع سنين اتسلم للسيد عادل لبيب وفي النهاية باز المشروع لانه كان محطوط يتنفس في ست شهور فدي مشكلة مصر ده عادل لبيب من الاسماء المطروحة كعضاء معينين في مجلس النوار طعم اذا حضرتك تدور في نفس الدائرة وهي دي مشكلة مصر لكي تستقر هذا البلد لابد من تحديد ناس اصحاب فكر لانه عادل لبيب متهم في قضايا فساد محلب متهم في قضايا فساد فاذا ما ينفعش ان انا استنى لما تثبت ما ينفعش يعني حضرتك النهار ده بتديني السوبر ماركت اديره قالوا لك عماد ويجابوا لك شوية ورق انه عماد بيسرقك خلاص حطه على جنب دلوقتي لما نشوف لكن ما ينفعش اقول لا اتمسنا لما حكم قضايا مفعش انت بتدينه مقدرات دولة في رأيك ليه ما بيحصلش كبير احنا عندنا تراهل في ادارة الدولة وضعف انا لا اتفق مع السيد الرئيس ان نقول لي انا هشتكوكو للشعب شعس ما هشتكوكو للشعب انت عندك قانون هيكلة الاعلام قبل ما حضرتك تقول الخطبة دي 3 اسابيع موجودة على مكتبك وانا العمر موجودة على مكتبك ومسلم رئاسة الجمهورية ليه مشكلة القضاء النهاردة الناس بتشتيكي من القضاء انه القاضي واخد 14 الف جنيه في اليومين بتوع الانتخابات واخد مليون جنيه الناس اللي ماتت ورحمة الله عليه لكن انت بتدي العسكري الامن المركزي 5000 جنيه فين العدالة بتدي له 20 الف جنيه بدل شموخ عشان ما يوقفش في السوبر ماركت مشاكل واشعات عن تطبيق الحد الادنى والحد الاقصى اعمل عدالة مصر محتاجة حاجتين تطبيق عدالة اجتماعية الفقر ياخد حقه تطبيق القانون الفاسد المظلوم ياخد حقه والفاسد يتخذ مننا حقه بالزبط كده يتخذ منه حقنا بالزبط ما تحتاجه مصر هو ثورة تصحيح انقلاب على وضعنا وليس انقلاب سياسي وهنا بنتكلم على اخلاقنا بنتكلم على وضعنا ويمكن احد الحاجات اللي انا ببعثها للشباجات واعتز بصداقة حضرتك انه في مشكلة كبيرة في موضوع الفساد انه احنا دايما اللي تحت يقولك ما نحعمل ليه المدير بتاعي ما هو دايما هتبقى كده ايه انا بطلع قرار فحضرتك بتشتغل معايا فانت خايف اللي بتقال العام دي وانت ساكت بالزبط بالزبط لكن نرجع نشتك من الوضع انت بشتك من الوضع ليه انت مشارك فيه طيب انت ما قلت ليش ايه هي حروب الجيل الخامس والسانس حروب التقليدية زي ما قلنا حروب الجيشين النظاميين او موضوع اليصابات الرابع والخامس بيعتمدوا على حروب الوكالة وحروب المعلومات ففي النهاية بيضيع فيها مين خصمك مين اللي انت صديقك الى اخره الفكرة فيها في هذه الحروب هو تشويه مش عايز اخد مصطلح يعادي من غير مفهمه عشان نبقى الناس معانا حروب الوكالة بمعنى روسيا وامريكا بيتخنقوا بس هما مخلين تركيا ومعرفش مينه بالزبط فامريكا عايزة تضرب الشرق الاوسط يقوم يطلع لك داعش بالزبط فهي حروب الوكالة ويمكن بنقولها دايما ان انت دايما تلاقي نفسك في حروب الجيل الرابع والخامس ان انت بتحارب بالنيابة عن واحد هو اصلا بيقدي اجازة سعيدة في جزر الكريم او هو بنضف ايده عشان ما تقالش ان انت كمواطن امريكي او كنظام امريكي بتساند هذا حروب المعلومات مفهومة الفكرة فيها هو عملية افشال الدولة وهنا في شعرة مهمة جدا ارجو من السادة المشاهدين ونركزوا عليها لانه هنا ما بين الصح والغلط شعرة بسيطة جدا وبتحتاج ثقافة شعب وهو ده اللي حاول نعمله دول وقت لو جدا نبص على ثورة 25 يناير جزء منها كان مؤامرة لاسقاط الدولة صح كان جزء من المخطط اي لكن في نفس الوقت كان فيه سوء عدالة فالشعب محتاج عدالة انضمام الشعب هو الثورة الحقيقية بالزبط كده احنا بقى عملين نقول هي ثورة ولا مش ثورة مابنفصلش ما بين الجزئيتين احنا بقى هنوضحها للسادة المشاهدين هي ثورة لكن الدعم فيها كان مؤامرة لانه الشعب بضعفه وخنوعه الناس ارجو انهم ازعلش لانه ده ده واقع خنوعه التلاتين سنة في نظام مبارك والدولة البوليسية وتشريد ناس وقتل ناس مش ممكن حيبقى عنده الشجاعة انه يوقف ضد النظام اي مش ممكن لانه نكون صريحين فاذا النهاردة الدعم جيه من خلال المؤامرة اللي هو تدريب الشباب في الخارج فبقت هنا الشعرة اللي فصلة بين الاثنين ما بيننصحه لغلا حروب الجيل الرابع والخمس بتركز على الحتة دي فهو عاوز يقلب نظام الاساس اهاب فالاساس اهاب ظلم عماد ده واقع بس هو عاوز يقلبه يقوم يدي لعماد الدعم اللي يخليه ينقلب لكن عماد لما بينقلب ما بينقلبش عليه بسبب مؤامرة بينقلب عليه بسبب الظلم اللي وقع عليه اه فبيبقى الكوز او الهدف من الانقلاب على السلطة من الشعب اساسه الظلم اي فانا منقلب على حضرتك عشان تظلمتني اه لكن المنتفع من اللي قوة الثالثة اه فهنا دي الشعرة اللي هي هتمسك الحكم وتعمل ظلم أسوأ بالظبط كده بالظبط وهنا بقى بتبقى فيه اولويات طب انا النهاردة اخضع لنظام ان انا انقلب على النظام بسبب الظلم وعدم تحقيق عدالة وانا عارف ان داعش وقفة بره على الباب مستنية هنا بقى الشعرة ودي اللي يتحكم فيها الشباب المثقف لو الشباب فيهم يعرف امتى يطالب بحقوقه وامتى يقف عشان داعش ما تنتهلش الفرصة امتى يصلح ويساعد الدولة الزبط وامتى أسلح والنواية اللي هي عايزة تتصلح فعلا الخالصة صحيح وامتى ما يقلبش البلد ما يهدش البلد بالزبط كده هنا الشعرة دي ما يعرفاش غال المثقف لانه هنا وده اللي احنا البرنامج اللي احنا بنعمله دلوقتي انا موجود حضرت في عدة جامعات انا شفت بالزبط انا بروح الجامعات على نفقات الخاصة واشكر طبعا ما تدرش ننسى الهيئة العامة للاستعلامات وزارة الثقافة الجامعات المصرية زي المنصورة والمنوفية وجامعات مصر يعني جامعات الحقيقة كتير فتحولنا الباب وبنعملنا الدوات الفكرة هنا سوزاب ان احنا بنحاول نقاهل الشعب الصغير انه ما يندركش باندفاع لانه الشعرة دي لو تخططها بتخش في الغلط فاننا النهاردة مثلا عايز انقلب على حضرتك او ما عامل لي مثلا احرق السوبر ماركت ما انا كده اديت قوة واختبال حضرتك لكن انا بالزبط كده وهي دي بالزبط فكرة حروب الجيل الرابع والخامس فاللي همنا دلوقتي هو ثقافة الشعب نسعيد كمان انه الصور والروابط اللي بتبعتها حضرتك بتخليني اشوف كتير قوي من الفتيات بتحضرلك ايه وكتير قوي من الفتيات اسمح لي اقولك برضو حاجة صريحة محجبات صحيح وانا بحس انه الانسان اللي بيتطرف باي شكل انا مش بقول الحجاب تطرف فسنا بقول انه الانسان اللي بيتطرف باي شكل بيتطرف عشان يتستر عشان هو معرفش بالزبط فانا بحس ان حياتك بتقتحم المجالات دي بالزبط علشان تخلي الشباب ده مصقق حضرتك اشرت الى نقطة مهمة جدا وده خطأ في ادارة الدولة بدأ من رئيس السيسي كل صراحة ما ينفعش نبقى زي النعام نحط راسنا في الرمل فيه ادعاءات ودعوات لخروج في 25 يناير لكن انا لازم ادخل في هذا المعترك وابتدى وجهه التوجيه الصح واخد بالحضرتك انت حرك مقابلني بمئة شخص انا لو دخلت وصادك كدولة وصاد للمئة شخص هيحصل قتل زي ما حصل في 25 يناير وفي النهاية سينتصل الكترة تغلي بالشجاعة طب انا اعمل ايه انا بخش في داخل المعترك بتاع المية وابتدى امشي في اتجاهه وابتدى واحدة واحدة وانا بتكلم مع اساس اهاب بالزبط البص الموضوع اللي انت ماشي فيه ده غلط افهمه ابدأ واحدة واحدة اوجه المية دول لحد مرجعهم في اتجاهه ده اللي انا بعمله دلوقتي طب يا دكتور عمد احنا لما طالبنا من 25 يناير بمشروع ثقافي للدولة ثقافي اشترك فيه وزارات الثقافة والاعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي والكنيسة والجامع والمناهج وكل عشان الاجيال اللي طلعة دي اتقلنا مش دلوقتي احنا عايزين نأكل الناس ونوقع في الانهام الأول بالزبط هنا القايد المرتعشة والناس اللي ما عنداش رؤية ما انا بقول لحضرتك النهاردة وده موجود في تلفزيون مصر ما انا بقول لعالهوى انا كان معمول لي برنامج في الانت تاني لا ده في البرنامج العام اه اه تلات يام في الاسبوع اتلغى 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 هنا انا عارف اتلغى ليه لانه بقولك مش عايزين اي كلام بالعكس انت لما تتكلم تقوم تفهمه يقوم لو هيطلع هيعمل حاجة غلط حيفهم فانت بتديله الفرصة انت مفاهمتوش ده كان ممكن سهل زمان في التلاتينات والاربعينات لكن النهاردة اهبي الوضع مختلف عشان لما تكون مزيعة بتقول للرئيس في برنامج فين خطتك السيادة الرئيس في الحتة الفلانية فتتحول للتحقيق بالزبط وتطلع براءة محدش يتحاسب بقى بالزبط يبقى الارتعاش ما بيتحاسبش بالزبط ده اللي حضرتك بتقول بالزبط فاذا ما نحتاجه الان لو لو هي رقم واحد هو تسقيف السياسي والامني والتنموي شباب مصر بنكلم على 32 وده الخطة اللي احنا ماشيين فيها الوقت ومسميناها شباب شباب العبوري التاني اللي هو الشباب اللي هينهض بمصر الجزء التاني اللي احنا محتاجينه هو دعم الحكومة بانهم ما يتدخلوش مش عايز منك حاجة بس ما تقفليش الداني يجيقول لك وانا داخل بعمل مناهضة للنظام انا داخل بقول للناس خلي بالكوا من حروب الجيل الرابع والخامس ومحور الاندوات هو شبكات التواصل الاجتماعي لان دي اخطر الادوات اللي بيستخدموها في حروب المعلومات وبس الاشعاعات فبيجي النهاردة بيطلع لك اشاعة انه الرئيس السيسي عمل كذا وهي مش صحيح والشباب للأسف الرئيس السيسي مثلا عمل كذا هي مش صحيح وتبدأ الناس تشير الخطر هنا في في انه الناس بتتداول المعلومات بدون تحقيق وبدون تماعهم فيها وبدون تحقيق فين في المصدر وبالتالي النهاردة بتنتشر الاشعاعات وتفاجأ انها على شيء عشان قالولي اختي بسانا هنسألك على موضوع الارهاب الالكتروني اللي الداخلية عملت له ندوة النهاردة مخصوص وقالت انها غيرت مناهج كلية الشرطة عشان الزابط الصغير يتخرج هو فاهم الجريمة الالكترونية في النصب الالكتروني وهو لكن ايه موضوع الارهاب الالكتروني بقى الآن منه قوي الداخلية لانه تفاصل على الافلام انت بعدك عن الكلام مع الشباب هو ده اللي بيزول الحرب النفسية لان المعلومة انت لو ملتلوش هو يعرفها من مكان تاني هيجيبها من من اي قناة محاولة تشال السقة ما بين الدولة والشعب لازم هنا انا اتدخل بقى لان الفكرة كلها لو بصنا على الخمس محاور زي ما قلنا صحة تعليم ثقافة ادارة ادارة الدولة احنا مصنفين رقم 14 في افسد دول العالم تيجي هنا الجيش الخامس فالحل فيها ان انا انا اللي اكلمه انا اللي اكلمه المواطن فبلاش لغة التعالي لجنة اللي عملها الرئيس لتقصي الحقائق في الموضوع فساد مؤسسات الدولة 600 مليار لن يصل الى شيء صدمة بعد انا بقول لحضرتك وانا مسؤول لي الفساد في مصر فساد ممنهج الفساد في مصر نفس اللجنة يا فندم راح اتحاد الازعاء والتلفزيون طلعوا بيه ولا حاجة وده بعدها هيكلة في رسل الجمهورية مش هتطلع بحاجة ليه كان مباركة حاسب ما يحاسب عليه هو اداء وظيفهم الفساد لازم يعني ابص عليه بالناتج بمعنى ايه النهاردة معرفتش تمسك قضية فساد على العماد بس عماد بياخد مثلا 5000 جنيه مرتب راكب عربية تمانها 2 مليون جنيه بالمنطق يبقى حرامي لكن حاعد اقول له طب هات الورق اللي عندك من مش همسك عليه حاجة هات الورق اللي عندك الورق تمام الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا بالزبط كده فعلا فاذا لابد وده اللي هيحصل في صورة التصحيح التانية انه هيعاد محاكمة مبارك ويدفع تمن ما احدثه في هذا البلد لانه زي ما قلنا بداية من 81 تشوف حردك الوضع الاقتصادي هل هذا وضع مصر وهقول لحضرتك رقمين عشان نختمها انه مصر سنة 70 لانه جزء من تاريخنا اللي احنا بنوضحه للشباب محرف سنة 68 استكملت مصر مشروع السد العالي من اكبر مشروعات في القرن العشرين 69 اعلى معدل نمو اقتصادي في العالم مصر حقايته اقتصاد مصر سنة 69 يعادل 3 اضعاء في اقتصاد كوريا الجنوبية سنة 70 توفى الزائم جمال عبدالنصر بـ 41 تريليون دولار ده اقتصاد مصر 1200 مصنع 187 شركة قبضة ودول اللي باعهم مبارك وسيحاسب عليها في السورة القادمة مشكرك دكتور عماد ويعني ملفات مع حضرتك يعني الحديث معاك ممتع وشايد لكن كل ما اتمنى انه انه فكرة العبور التاني وللأسف ما عنديش وقت تناقش الفكرة دي بس هي امنية اتمنى ان هي تسقط او يساهم فيها عدد اكبر ما تكونش ممثلة في شخص حتى لا يقال انها بتهدف لمجد شخصي لا 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 على الاطلاق موجودة في رئيسة الجمهورية الجنوبية عند الحكومات اللي احنا بنجمع عليه دلوقتي اتحاد شباب العبور التاني انه كله هيبقى شباب تكتل شباب كبير لنهضة مصر وبرنامج وشعار مخطط العبور التاني هو دستور لتنمية مصر كتبه كل المصريين امين امين بشكرك جدا استاذ دكتور عماد مهنة استاذ تخطيط الاستراتيجي والاقتصاد السياسي وكمان استاذ تخطيط الاستراتيجي برئيسة الجمهورية بشكر حضراتكم على وجودكم معنا وان شاء الله بكرة حلقة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة